سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هقول لك فيه ان انت ازاي تقدر تضيف ترجمة على الفيديو بتاعك زي ما انت شايف دلوقتي لو انت لاحظت اسفل الفيديو او اللي هو ايدي مشاورة عليها تلاقي ان فيه ترجمة مضافة على الفيديو النقطة دي انا عملتها ازاي هقول لك ببساطة شديدة باستخدام الزكاء الاصطناعي او اضافة على او على او على تقدر ان انت تستخدمهم على التلات برامج دول بكل سهولة باستخدام الزكاء الاصطناعي بدون حتى ما انت تعدل على اي شيء وبضغطة زر الاضافة دي باستخدام الزكاء بتفهم اللغة اللي انت بتتكلب بيها بعد كده بتفهم الكلام اللي انت هتقوله بعد كده بتحط لك الترجمة المناسبة بعد كده بيتزامن على صوتك فهو حقيقة اضافة ممتازة جدا وسهلة جدا في الاستخدام لان انت طبعا اكيد لاحظت ان الفيديوهات الحالية بقوا الناس بيستخدموا الترجمة اسفل الفيديو وده يعني بيعل شوية من الخاص بالفيديوهات وبيخلي الناس تقعد مدة اطول في الفيديو بالتالي لما الناس تقعد مدة اطول في الفيديو اكيد طبعا اه هيكون اعلى بجانب برضو ان في ناس كتير قوي بتحب حوار الترجمة في الفيديوهات فانا هقولك ان انت زي تقدر تعمله عشان ما تقولش عليكم ده يكون موضوعنا وهتلاقي عندك رابط الاضافة دي تحت في الوصف عشان تقدر تحملها وتستخدمها لو انت تستخدم برنامج او او افتر ايفكت او دفينجي رزولف ونروح بقى دلوقتي للشرح اقول لك ازاي تقدر تثبته وتستخدمه اول حاجة هتعملها سيد ان انت تروح عندك على الرابط الموجود تحت في الوصف ثم هتروح هنا عندك على جرب مجانا طبعا الاضافة دي اسمها سيبس تمام او اس يو بي اس تمام علاوين تلقاية باللغة العربية لادوب برمير افتر ايفكت وخلافه تمام هدوس هنا عندي جرب مجانا او لما دوس عليها طبعا هنا بيطلب مني ان انا اسجل حساب او افتح حساب على الخدمة طبعا انا بالفعل سجلت حساب ولكن انت كل اللي هتعمله ان انت هتحط بريد يعني البريد الالكتروني والباسورد شكرا على كده هدوس عندك الاشتراك تروح عندك على تسجيل دخول تحط عندك الايميل والباسورد وتروح هنا دايس عندك على تسجيل دخول تمام عشان تقدر تحمل الاضافة بعد كده طبعا عشان تقدر تحمل الاضافة متوافقة مع اي برنامج اسكان او اه اللي هو مسلا ادوب برمير هتروح هنا رايح عندك على البرنامج ده اللي يسيبولك بالمنظر ده اللي هو اسمه زي اكس بي تمام هتروح رايح عندك عليه بالمنظر ده تدوس عليه هيفتح معاك في الموقع ده هتختار هنا عندك طبعا نظام التشغيل لو انت ويندوز هتختار اه ويندوز هنا لو انت ميك هتختار ماك طبعا انا ويندوز فادوس عندي على تحميل ويندوز طبعا هو البرنامج ده انا يعني ما حمله مسبقا فاولا ما روح عندي على هلاقيه عندي بالمنظر ده اروح جاي طبعا عشان سبته هنا طبعا بيقول لي انت محتاج نيت تثبت ايه هقول له انا محتاجة سبت الاتنين اه راح هنا دايس عندي على الخيار ده اه بعد كده راح دايس عندي على وبعد كده هيزر عندي رسالة اقول له وانتظر عندي معايا لحد اما يثبت. طبعا هنا بعد اما يثبت هيظهر الرسالة بيقولي انت محتاج تشوف از كان فيه تحديثات. اقول لي على اساس ان هو يشوف فيه تحديثات. اه هنا طبعا هيقول لي فيه على اساس ان هو يحمل عندي لايه? طبعا بعد كده انا لازم يكون عندي حساب او مش لازم ممكن اقول له وانتهى الموضوع يعني مش شرط يكون عندي حساب او ممكن برحتك يعني ده شيء يرجع لك انت ممكن تسجل حساب عليه ممكن ما تسجلش اعمل آآ زي ما انا عملت. طيب دلوقتي انا اقدر ان انا استخدم البرنامج ده ازاي? الموضوع بسيط جدا. كل اللي انا هعمله اروح جاي هنا عندي زي ما انت شايفكم بتنزيل برنامج مساعد لنظام التشغيل الخاص بك. طبعا هنا انا نظام فوراح هنا دايس عندي على الاساس ان انا احمل البرنامج المساعد او الاضافة ان انا استخدمها على او 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 رايح هنا رايح معاك بالضبل كليك زي ما انت شايف فهنا عندك بيديك نقطة اخرى ان انت تروح هنا عندك على البرنامج اللي انت مسبته اللي هو في حالتنا احنا برنامج او 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 اروح هنا رايح عندي دايس اللي هو زي ما تشايف او او رايح جاي دايس هنا عندي على هيفتح معي الصفحة دي اروح هنا رايح عندي على ومختار بتاع على اساس ان انا اسبته فهو هنا بيديك يعني طريقتين ان انت يتسبت بشكل مباشر لو ما مفعاش يعني هتعمل الطريقة دي. فكل جهاز او كل نظام على حسب يعني. هو مش حاجة يعني ايه? رسمية على كل الاجهزة. هلاقي عندي ان بفعل زي ما انت شايف ان هو اصبح شغال. طيب دلوقتي اشغاله ازاي? او افعله ازاي? انا اروح عندي افتراضا على برنامج ادوبي. زي ما انت شايف. بالتالي دلوقتي انا محتاج ان انا اجزأ او اشوف الجزء ان انا محتاج اترجم وممكن اترجم الفيديو بالكامل. لو هترجم الفيديو بالكامل في الحالة دي مش احدد على حاجة. لو انا هترجم جزء واحد من الفيديو فبالتالي اروح جاي مسلا مقسم. قال ان انا عايز من بداية هنا هو. لحد مسلا يا سيدي. او مسلا لحد مسلا هنا هو. تمام? بالمنزر ده احدد عندي طبعا من الخيارين دول. اقدر احدد ان انا عايز اني جزء بالزبط ان انا اترجمه. طيب انا يعني بالمناسبة حددت بالمنزر ده اللي هو اول مسلا عشر ثواني عشرين ثاني. اقدر احدد ان انا اعيزه. بعد كده رحين اريح عندي على ويندوز ومن وايندوز رحين رحين اريح عندي على الاكستنشن. وا sekali عندي اللي هو الخيار اللي اسمه κάبر. تمام? او اللي هو الايه? الفيديوية. طبعا بيقول ان انا اسجل حساب او ان انا يعني اسجل بالحساب ان انا بالفعل اسجلته قبل كده. اروح لايس هنا عندي على تسجيل دخول اروح هنا طبعا شايف ان انا اختار اللغة الخاصة بالفيديو افتراضا انا سيدي هنا الفيديو بتاعي باللغة العربية فاختار اللغة العربية. هنا عندك بيدعم لغات عديدة. لو مسلا الانجليزية مش عارف ايه لغات ايه. تركيا اسبانية روسيا طبعا في انجليزية وغيره. فهو الجميل ان هو بيدعم لغة عربية. طبعا انت تختار هنا عندك اللغة العربية. فبعد كده سيدة رحينا رايح عندي مختار افتراضا عندي اللي هو عدد الكلمات. يعني بيقولي اللي هو يعتبر عدد الكلمات اللي موجودة او اللي هيبقى مظاهر اسفل الشاشة. او اللي هو الترجمة يعني. انا ممكن اقول له يا سيدي خليه خمس كلمات. ممكن اقول له خليه ست كلمات. اللي يعجبك. تمام? انت شوف المناسب لي. بعد كده طبعا هنا بقى في بعض الخيارات الاخرى. هنا مسلا بيقولك ان انت تقدر تضيف علامة الترقيم. اللي هو علامة الترقيم. علامة زي مسلا اللي هو اللي هو علامة التعجب. علامة الترقيم. فاصلة كلام ده كله. يقدر ان هو يتعرف على كلمات اوتوماتيك ويضفها. ده لو انت حابب. عندك هنا خيار اللي هو ده بمعنى ادق ان انا اخلي الكلمة عريضة شوية. يعني معنى ادق ان ايه? يعني مسلا ممكن يكون عندك الكلام ما تخوض في بعض شوية. لا او ادخلو لك عريض شوية. فاهمني? اللي هو او فهو بيتالي بيخلي لك اللي ايه? الكلمات. يعني لو في فواصل او في مساحة او حاجة فبي ايه? بيخلي لك كلام عريض يعني. فده عموما برحتك انت دي حاجة تقدر تجربها وتشوف اللي انت عايزه. عندك الخيار اللي هو الحد الادنى من الكلمات في كل سطر. فانت طبعا حابب بقى براحتك تختار اني الانسب ليك بتاع ده اللي عجبك انت تقدر ان انت ايه? يعني تحطه. نيجي بعد الوقتي عندنا على يعني الخيار اللي وراه. عندك مسلا هنا هتقول له مسلا تمام عندك الخيار ده اللي هو الان او او اللي هو الايه? اللي هو متسلسل. فماما انت تخلي عندك على الان او. بعد كده طبعا بقول لك او انت ايه اللي هو اللي الخاص بالفيديو بتاعك او صوت بتاعك اللي انت هترجمه لاني مسلا افتراضا فيه ناس بيصنعوا افلام. فيه ناس بيصنعوا مسلا اللي بتاعهم بتاع الصوت فيه وليلة كده. انا طبعا عندي اللي الاساسي بتاعي اللي هو عليه الصوتي على اللي واحد اللي هو فانا بالتالي اروح شايل كله واختار عندي فقط. وبعد كده روح هنا دايس عندي على جيت كابتشان. جاء ما انت شايف. ودلوقتي انتظر عندي يعمل معالجة عشان اشوف دلوقتي الترجمة هتتضاف ازاي. وخليني نشوف ونرجع مرة تانية. زي ما انت شايف تحت ان هو شغل وبيعمل معالجة على اساس ان هو بيعملك الترجمة. فانتظر عندي الحد اما يخلص وارجع وارجع لكم مرة تانية. زي ما انت شايف ان هو خلص دلوقتي. فدلوقتي يا سيدي اروح دلوقتي اسمع الفيديو. خليني نسمع بعض بعض. سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه? معكم عبداللطيف سعيد. واهلا بيكون فيديو جديد. فيديو النهاردة ان شاء الله هو هيكون مؤدمة ارتجالية تماما مش مرتب لها عن كورس هنزله على القناة وهو كورس. طبعا احيانا لان انا نطقي اصلا غلط يعني خلينا مرضو كون متفقين. انت واحد اه سامع وعارف. تمام انا نطقي في بعض الاحيان بيكون غلط. فنقدر عدل على مسلا دلوقتي. انا مسلا لو في حاجة غلط او حاجة قدر ان انا مسلا سلام عليكم ازيكم يا شباب عاملين ايه? معكم عبداللطيف سعيد. قوف مسلا واهلا بكم مسلا سعيد انا مش يكن والله ما فاكر انا قلت ايه هنا. فأنا اقدر اعدل يعني لو الحاجة مسلا صعبة عليك او حاجة تقدر ان انت تتعدل هنا وتقدر ان انت تضيف مسلا اقدر ان انا احدد على كل ده. واقدر مسلا اضيف اللي هو الايه? فيبني خليه مسلا يا سيدي اصفر. للمنظر ده مسلا. تمام? بالشكل ده. واقدر ارفع شوية. على سبيل ان يكون بالشكل ده مسلا. اقدر اعدل عليه طبعا اقدر ان انا احدد على كله وعدل عليه. اقدر مسلا ان انا ما اخليهوش خفيف. او مسلا انا ما اخليش اللي هو الايه? بتاعك خفيف خليه تقيل. اقدر غير اللون. اخليه مسلا اسود. اقدر ان انا اشيل او مش محتاج شادو. فبالتالي اقدر ان انا اعدل على اللي هو الترجمة زي من عايز. اقدر اخليه بلاط. اقدر غير الخط او الفون. فكل ده انا اقدر ان انا اعمل وعدل على الترجمة زي من عايز. فدي ميزة حيلة وقوي الصراحة موجودة في الاضافة دي. طبعا الاضافة دي عشان بس بردو تكون عارف ان الاضافة دي زي ما تشايف ان التسعير بتاعتها بتضم عندك في خمستاشر دولار. طبعا ده اللي هو الايه? تمام. هنا عندك خمستاشر دولار شهريا وعندك تلاتين دولار شهريا وعندك مين دولار شهريا. عندك طبعا هنا السنويا يعني مسلا بيكون ايه? مسلا مية دولار بيقول لك المحررون الفرديون وتحرير مقاطع فيديو واحد المتوسط ما يصل الى خمس وعشرين دقيقة من التفريغ وكلام ده كله. فانت عندك هنا الاسعار والدقائق واللي انت عايزه. فانت تقدر تحمل الاضافة وتجربها بشكل مجاني. لو اغابتك تقدر تشيري خطة مدفوعة. طبعا هتلاقي عندك الرابط بتاعها موجود تحت في الوصف. وانا عرفتك ان انت زي تتثبتها وتستخدمها. وده كان الفيديو الصراحة يعني اضافة ممتازة وجميلة وسهلة لاي حد يقدر يستخدمها. وممتعة كمان للناس اللي هي حبة ان هي بالفعل تسهل عن نفسها وتعمل فيديوهات زي اللي انت بتشوفها مسلا نقول في في مسلا اللي هي الفيديوهات الشورتس او الفيديوهات مسلا اللي هي الايه? اللي هي على تيك توك واليوتيوب والكلام ده كله. اللي هو اليوتيوب شورتس والفيسبوك ريليز والكلام ده. وده كل موضوع عشان ما تقولش عنكم اكتر من كده شوكم بازن الله فيديو جديد واتلاقينا انتكروه بالتحميل الاضافة تحت حميلها وتجربها ومع السلامة.